بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا عن مقرر تنظيم حاسبات واحد وأيضا نواصل دروس الباب الأول Register Transfer and Micro Operations ننتقل اليوم إلى الدرس الثالث في الجزء الأول من الدرس الثالث نتحدث عن ثلاث مواضيع رئيسية الموضوع الأول Computer Micro Operations العمليات الدقيقة للحاسب الموضوع الثاني Arithmetic Micro Operations العمليات الدقيقة الحسابية الموضوع الثالث نفرق فيه بين عمليتي الجمع والطرح ضمن العمليات الحسابية في الحاسبات أولا Computer Micro Operations العمليات الدقيقة في الحاسب يمكن أن تكون أحد ثلاث أنواع إما عمليات حسابية Arithmetic Micro Operations أو عمليات منطقية Logic Micro Operations أو عمليات إزاحة Shift Micro Operations ونبدأ بالنوع الأول وهو العمليات الحسابية Arithmetic Micro Operations هذا الجدول يلخص أهم العمليات الحسابية التي تجري في الحاسب ووصفها يقدم العمود الأول من الجدول Simpolic Designation كيف نعبر عن العمليات بلغة RTL ويقدم العمود الثاني شرح أو وصف لهذه العمليات نستعرضها سريعا العملية الأولى محتويات R1 تجمع إلى محتويات R2 ويوضع الناتج في R3 Contents of R1 plus contents of R2 transferred to R3 العملية الثانية محتويات R2 تطرح من محتويات R1 ويوضع الناتج إلى السجل الثلاثة Contents of R1 minus contents of R2 transferred to R3 العملية الدقيقة الثالثة هي المتمم الأول لمحتويات R2 once complement of the contents of R2 وتجري في نفس السجل كما نلاحظ العملية الرابعة هي المتمم الأول لمحتويات R2 نجمع له واحد وإذا تذكرنا مقرر توائر المنطقية فإن جمع واحد إلى المتمم الأول يعطينا المتمم الثاني فكأننا في هذه العملية نطلب إيجاد المتمم الثاني لمحتويات R2 أو ما يسمى بنيجيت العملية التالية هي المتمم الثاني لمحتويات R2 وهو ما رأيناه في العملية السابقة نجمعه إلى محتويات R1 ونضع الناتج في R3 وأيضا نذكر أن نجمع المتمم الثاني إلى محتويات السجل آخر إنما هي عملية طرح محتويات السجل الذي أتينا بمتممه الثاني من محتويات السجل الآخر فهذه العملية الترجمة المباشرة لها أو الشرح المباشر محتويات R1 يجمع لها المتمم الثاني لمحتويات R2 ولكننا سمينا العملية عملية طرح العملية التالية محتويات السجل R1 تزاد بواحد وتوضع في نفس السجل هذا يسمى increment أو زيادة بواحد increment the content of R1 by 1 وعكسها decrement محتويات R1 تنقص بمقدار واحد والناتج يظل في نفس السجل إذن decrement the contents of R1 by 1 هذه قائمة بالعمليات الحسابية الآن نفرق بقليل من الشرح الإضافي بين عمليتي الجمع والطرح عند إجراء العمليات الحسابية عملية الجمع واضحة كما في هذا المثال محتويات R1 يضاف إليها محتويات R2 ويوضع الناتج في R3 أما عملية الجمع بغرض الطرح فهي الموضحة في الارثماتيك سبتراكشن أو الطرح الحسابي وفيه المطروح اللي هو محتويات R2 بالأول نوجد لها المتمم الثاني هذا هو المتمم الأول لها وبإضافة واحد نكون أوجدنا المتمم الثاني إضافة المتمم الثاني إلى محتويات السجل آخر كأنها تساوي أو تماثل R1- محتويات السجل R2 إذن عملية الطرح عبر عنها بجمع المتمم الثاني للمطروح هذه الأسطر تطرح ذلك أولاً R2 كما هي ال-once-complement لمحتويات R2 وجمع واحد لل-once-complement ل-R2 يعطي ال-to's-complement ل-R2 وجمع ال-to's-complement ل-R2 إلى محتويات السجل آخر تماثل إكويبلنت أو لطرح R2 من R1 هذا مثال بسيط دع R1 تساوي 1-0-0 4-bit binary number وضع ودع R2 تساوي 1-1-0-1 إذا كنا نريد أن نجمع مثل ما في العملية الأولى فنجمع مباشرة 0-1-1-0-0-0-0-1-1 1-1-1 هي 2 أو 0-1 2 بال-binary هي 0-1 إذن هذا هو R1 plus R2 أما إذا كنا نريد أن نطرح R2 من R1 فأولا نوجد R2-complement اللي هي L1-complement Gonna be known as one-complement الرغم كان 1 1 0 1 هذه كانت R2 نقلبها يصبح 0 بدل الواحد وصفر بدل الواحد وواحد بدل الصفر وصفر بدل الواحد هذا هو المتمم الأول نضيف له واحد باينري حتى نحصل على المتمم الثاني فهذا صفر زايد واحد بواحد وهذه أكيد ثلاثة أصفار فنجمع جمع مباشر واحد زايد صفر واحد صفر صفر إذن هذا هو R1 R2 زايد واحد وهي المتمم الثاني كما نقول بهذا السطر الآن نجمع المتمم الثاني إلى محتويات السجل الآخر فنكتب R1 كما هي واحد صفر 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 ونكتب R2 كومبليمنت بلس ون كما هي R2 كومبليمنت بلس ون نكتبها كما هي وهي صفر صفر واحد واحد ثم نجمع جمع مباشر سناي صفر زايد واحد واحد صفر زايد واحد واحد صفر زايد صفر صفر واحد زايد صفر واحد هذا الناتج يماسل R1-R2 وإذا ردت أن تتأكد من هذه العمليات يمكنك تحويل هذه الأرقام السناية إلى عشرية وتجربة جمعها ثم طرحها وإلى اللقاء في الدرس القادم